بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا حديثنا اليوم عن العداوة الأبدية بين الشيطان وبني الإنسان والله سبحانه وتعالى يصور لنا هذه العداوة فيقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير هذه الآية الكريمة تبين لنا أن عداوة الشيطان لبني الإنسان متأصلة وأن نجاة الإنسان إنما هو في استشعار هذه العداوة وأخذ الحذر والحيطة منها ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخبرنا عن هذه العداوة فيقول صلى الله عليه وآله وسلم إن الشيطان قد أيس يعني يأس أن تعبدوا الأصنام ولكن سيرضى منكم المحقرات والمحقرات هي صغار الزنوب والمعاصي والآثام وحين نقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى نجد أن الله سبحانه وتعالى يذكر لنا كثيرا وزين الشيطان لهم سوء أعمالهم في مواطن متعددة من كتاب الله سبحانه وتعالى لتدلنا على أن العاصي حين يقع في هذه المعاصي التي يقترفها يكون ذلك سببه تزيين الشيطان الشيطان هو الذي يحبب له المعصية يحبب له الوقوع في هذا الأمر الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه كما فعل بأبيه آدم فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين وقاسما هما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما زاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين وفي نهاية المطاف ينكس الشيطان ويهرب وهذا تحكيه لنا آيات القرآن الكريم في غزوة بدر حين قال الله سبحانه وتعالى وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وكان هذا في حق غير المسلمين من الكفار الذين واجهوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكس على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب هذا هو شأن الشيطان وهذه هي صفته يغري العبد بالوقوع في المعصية فإن وقع فيها تخلى عنه وتركه وحده وتبرأ منه أمام ربه وهذا المشهد أيضا يحكيه لنا رب العزة سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم إذ يقول وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي يعني ما أنا بمزهب صراخكم ولا أنتم بمزهبي صراخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم هكذا تحكي لنا الآيات وتبين لنا هذه العداوة الأبدية بين إبليس وبين بني آدم وهذه العداوة الصرمدية التي هي مستمرة إلى يوم القيامة حيث إن حيلته تزيين المعصية تزيين الوقوع في الموبقات ثم في النهاية يتخلى عن العباد ويعتزر لرب العزة ويقول إني أخاف الله رب العالمين إذا كان الأمر كذلك وقد أدركنا جميعا هذه العداوة المتأصلة وهذا التزيين الزائف وجب على كل إنسان أن يراجع نفسه قبل أن يقع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى وقبل أن يقترف ذنبا يتلذز به لحظة ثم يعقبه حسرة ثم يكون وبالا عليه إلى يوم القيامة وليدرك كل مسلم أن اسم المعصية لن يتركه وأن المعصية ستزول وأنه سيعاقب عليها بين يدي الله سبحانه وتعالى فهيا بنا نتحصن من الشيطان ونجدد التوبة من الذنوب ونعود إلى الله سبحانه وتعالى ونتفكر في آيات القرآن التي تؤكد هذه العداوة ونأخذ حزرنا من هذا اللعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته